الشعبة بتاعت النهاردة هي كلمة كده الناس كلها تحبها يعني كلمة الغنى هي السلام الاغنياء النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس المؤمنين اغنية اعزة لان النبي عليه الصلاة والسلام من الرسالة اللي جات له عن طريق جبريل جاء جبريل الى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله السلام اللي هو ربنا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والاكرام الرسالة اللي جاي بقى يا رسول الله عش ما شئت فانك ميت واحبب ما شئت فانك مفارقة واعمل ما شئت فانك مجزي به واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل واعز المؤمن استغنائه عن الناس اه المؤمن غني هو عنده غنى النفس عنده قناعة اللي النبي اخبر عنها كن قنعا تكن اشكر الناس المؤمن المؤمن لا يمد عيناه يمنوش مال قدوته في ذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال له لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى النفس تجزع ان تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها ده اللي قال كذا سيدنا علي رضي الله عنه كرم الله واجه النفس تجزع ان تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض له تكفيها تخيل او الله يعني الواحد اذا ما كانش عنده قناعة اللي في الكرة أرضه مش هيكفيه لو كان الابن آدم واديان من ذهب طب واديان والله واحد يقول لك واديان اديني بس شنط الدهب وما لكش دعواء فضل ونعمة مش عايز تاني واديان من ذهب لتمنى أن يكون له الثالث عايز الثالث لا يملأ جوفه إلا التراب إنما المؤمن ده ابن آدم إنما المؤمن عنده غنى النفس عنده القناعة عنده الرضى بالمقسوم ترجمة نانسي قنقر